السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عمر من قناة سي بي ناين مادرة رجعت لكم الفيديو الجديد اليوم الفيديو على تطوير كينغ طبعا معي مليون ومية ان شاء الله هدول مليون ومية يكون بيكفوا في حال ما بيكفوا نشوف اذا في عنا شي ناخده هون ما في شي طيب ناخد شي من ما مع بعرف هده شو إله دخل بالغولد 8000 غولد ممتاز اذا يكفوني طبعا انا بحكم العادة عملته وان ستار هيك كنت متحمس بعد ما اطلع لي في اوف كاميرا عملت مالتي اعتقد مالتي بس لحت اورجيكم انا الفيديو الاخير اعتقد ضل معي ممكن 15 جيم انا مشوف شو عملت رحت جم مادلة عند 25 جيم اخدت تيكت اخدت هدول الثلاث جيمات واخدت جيم من مراحل متفرقة بالخريطة شوفوا لعبان هون مرة وهون وهون كل شي سهل لعفته مشان اخد جمات هيك على السريع رحت عملت مالتي بوم كينج اه طبعا لازم جمع لي شوي مشان نخلص البيتي تايمر لان البيتي تايمر موقف على الستين بالمية بس اعتقد اعتقد ممكن ما اعمل على البانر لانه بصراحة حتى مع البيتي تايمر البانر اه جدا سيء يعني هن بصراحة نتمر باللعبانينها صح حاطين شخصية اللي كل هاللي عم يدور عليها مشان يخلص من البانر اسوق من هيك ما فيه اه طبعا انا عم شاك على الويبن تابعه بيعطي كان اعتقد ستة كرد داميج هذا بيعطي اربعة كرد داميج ومية وعشرين اتاك هذا بيعطي ستة كرد داميج فالمفروض هذا الويبن اللي موجود هون احسن من الويبن اللي عندي فراح ساوي له الافينيتي بس سنشوف هلا هذا بده شو هاي عندي منه اذا عندي منه مشان سوي اما عندي اربعة ولا هي اعتقد كمان عندي مش فنسوق حظي ما فيه خلص بعدين بساوي له الافينيتي تابعه وعلى كل الاحوال اللي انا معلهم كتير مضطرب مشان اتنين كرد داميج طيب نبدأ بالاوايكننج طبعا بالنسبة للاوايكننج اللي هلا ما قصو ماتيريال زمشان الوايكننج فيه نص ستامينه يفرم كقوس قد ما بده انا بالنسبة للووتر كتير كتير عندي منهم اشوفوا مية وسبعين مية واربعين فور ستارز اشوف كم فايف ستارز فايف ستارز عندي سبعة وثمانين و سكس ستارز حالو منقطعنا من القولد سكس ستارز عندي اتماش طيب خليني روح السريع وبرجع لكم ترى بقدرة قادر صار معنا ست ملاعين طبعا رحت بعد شوي من البوكسز تبعتي و كتير جميل انه هلأ صارت فيرونيكا دائما موجودة يعني والله البيرس ريت تبعه 48% خليني نشيك على شغلة بس نفس الستاتس نفس السكندري ستاتس تبعات كينج هود ايه والله 48% البيرس تبع كينج والله حلو بتصدو اول مرة بعرف انه عنده بيرس عالي هيك اه طيب اه هلأ ان شاء الله بس ما انا نقطع من هدول انا خايف انه ما يكون عندي كافي من هدول لاني انا اليوم مطور كم شخصية مشان ريفيرس تايج اه ان شاء الله ما اندم على هلشي اه طبعا ريت كينج اه انا ضغري بمجرد ما اخلص من تطويره بدي ااخده على البي في بي اه اعتقد جيرد اكتر من عن جيرد لانه هلأ هيك فعندنا خمسة يو ار اوتفتس لكينج اه وعفكرة حلو كتير اللبس تابعه هدو طبعا شو من اعمله اللبس مشان مشان المستقبل يعني وين كينجات التانين هيكينج خليني احط له اللبس مرة واحدة اه افكرة والله حلو كتير اللبس عجبني ازا بشيل اللبس هاد وينه ايوه شوف كم لبس في لكينج هلأ خليني احط له هاد اللبس هيك بطلع اعتقد شكله احلى بس هلأ مصيبة كينجات تبعاتي كلها تنصوروا نفس الشكل شوف هاد من نفسه نفس اللبس بس هاد عطيه لسلاح شايفينه هاد السلاح تبع البي في بي عطيه له هادا كينج كعساس مشان ميزة وبينه وبين تاني بس صدقوني ما بميزه ابدا دايما بخربات بيناتهم بس لما شوف انه هاد نفل ستين بعرف انه هاد كينج الاخطر طيب اه وينه وينه هايو طيب هلأ بدي حاول اني ما استخدم كتير من هادول الكبار لانه هادول الكبار ما بيتفرموا الباقي كله بيتفرم هادول اللي بس باخده من دايليز ومن الإفنتز همشا هيك انا بحاول دايما نخلص الموارد اللي انا فييني فرم بداله وخلي الموارد اللي ما بتتفرموا كتير ما بتعرف الواحد شو بصير معه بنقطع على هيك على لفل ستين لفل سبعين اوف كتاب احمار لا عايب هاي عايشو اللي احنا بنفرم الكتاب طول اليوم اه اه هاتخد خمسة بيكافوني حتى ساوي ثمانين وينو هايو طبعا اليونيك اخر شي بنفتحه بعد ما نساوي ليفل ثمانين سيكس ستارز وكل شي بحط له غير وبفتح له اليونيك بشان لا هدا هيك كتير انا عم بتكرم بحط شوي بندم او شوفوا حلاوة السوبر سيكسس ما بتطلع الا على الهدا على الماكس اليوم يمكن عملت ثمانة أبغريدز التاسعة اللي هي كانت اردي خلص حطوه السليفل ماكس عطاني سوبر سيكسس بتلحالي شوف سبحان الله بتحسون اصلا لابن برمجينا هيك الطريقة استفزازية مشان انه شو مشان يخلوك تروح موارد طبعا انا كتير عم عم اتبحبح بهدول الصغار لان هدول بتفرمو بسهولة وانا شو اخر فترة لما شفت حالي ان قطعت شوي من من شو اسموه هدول تبعات الاكس بي شو صرت اعمل شايفين الدنجين تبع الكرات اللي هنه متل طبعات خضر او كرات خضر فيكم تلعبوه اكس بي بدل بدل جولد اذا انتو محتاجين الاكس بي ماتيريالز مو شرط دايما تلعبوا جولد بتلعبوا على حاجتكم فيكم تلعبوا كتب فيكم تلعبوا اكس بي فيكم تلعبوا جولد يعني اللي انتو ناقصكم بتلعبوه بهدول الخضر الكرات طبعا الحمدلله انا الاس اس آر بندنز عندي كتير منن لانه صر لي تقريبا من وقت ليليا من وقت ما اجت ليليا اسبوعين حتى قبل قبل ليليا كمان ما طورت كتير يعني اه شو صاير عم يصير معي انه شخصية اول ما عم تنزل عم طورها عم روح عليها اعتخد خمسة عشر اس اس آر بندنز ومعت بقرب عليها مو معد اكد ما حقرب عليها بس انو معد بطور شخصيات ما عندي شخصيات تانية يطورون اه هلا هيك اعتقد بعد ما نفتح اليونيك خليني يروح بس اعمل بوز شو ما اضوع لكم وقتكم طبعا اشلت البوز مشان ورجيكم مع فكرة الانيميشن تبع كينغ هذا كتير كتير حلوة اه السبشالين تبعاته اي او اي وهدا الشي جدا جدا عاجبني انا لانه احتمال كتير كبير انه اه حطه تصير بتيم الفارم تبعي يعني اذا بدي جربه بشي مرة بتيم الفارم اذا طلع الفارم تبعه احسن من اه من اعتقد ممكن ممكن ايم لا لا مستحيل ايم دي من مليودوس بس ممكن ايم ليليا يعني بس كمان ليليا بتعطي فرق ولا شكل ما راح حطه بتيم الفارم بس في نقطة خليني ملاحظة خليني اعطيكم ياها بما انه اساسا انذكرت الموضوع اه بالنسبة للفارم انتو في عندكم شي اسمه افكشن الافكشن هاد هو بنحسب القلوب هاي على عدد المراحل اللي انتو لعبانينا بهاي شخصية ازا انتو بتشوفوا هون مليودوس عندي انا القلوب كلها اعطى حمر لاني انا مستخدم مليودوس بالفارم كتير فمشان هيك القلوب صارت حمر قوثر كمان القلوب تبعه فل قيلة فل من الكتب هاوزر فل فانتو بهاي الحالة عفون فانتو بهاي الحالة مشان تخلصوا القلوب وتاخدوا الجمات اللي فوق هدول فيكم انتو مثلا تيم الفارم لا نفرض انا مثلا هادا تيم الفارم تبعي هادا تيم الفارم تبعي ماشي بس بقيم هاي السب وبحط شخصية لقلوب تبعها مو ماكس مشان شو مشان يزيد الهارتس وحاولوا تنقوا شخصية اللي بتحطوها بالسب بيكون عندها هارتس كتير مشان ضل دائما موجودة بالسب تبع الفارم مشان شو مشان تاخدوا قلوب يعني انتو اول شي عم يجيبوا الموارد وما لكم خسران اين شي بس بنفس الوقت تحاولوا انه انتو تجيبوا مسلا شوي تعبوا من العدادات هادول تبعات القلوب مشان شو عفوا مشان تاخدوا اه متل اه متل ما بيقولوا انه على الفارم تبعكم يعني هلا انا مسلا تسعة وثلاثين هارت عندي بقي لي هارت باخد خمس جمات لما سي عندي خمسين هارت باخد عشر جمات هادول ممكن تقولوا انه شي صغير بس انتو بالنهاية عم تاخدوا خمس جمات ببلاش تماما بدون اي مجهود انت فقط لامتعملوا انك انت عم تشيل اه شبه متل قلته بالتيم تبع الفارم بتحط بدلو شخص كمان شبه متل قلته بالتيم بس شو هاده بياخدوا قلوب بشان يزيدوا طبعا انا شطحت بالموضوع شوي عفوا ما باش صار لي مع السعلي اعتقد هيك صار كينج اه بس انا ليش حاطط له اعتاوك انا فيه جير هاده الجير اللي بدي حط له شو رايكم بما انه وصلنا لهون نعمل حركة اعتقد الكل اللي بيحب الحركة هاي اه سواني انا مو شوينج اوف ابدا لا تفكروا انه شوينج اوف بس انا بدي اعمل له يو ار جير بدي حاول اعمل له بالفيديو هاده يو ار جير فعمشوف ازا الجير تبعي بيستاهل يو ار ولا لا لانه هون اعتقد اعتقد اه فيني اعمل شوية تشغل عليه وهون شوفوا الباستات 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 قليل اني انا قبل شوية تعم شوفوا على على رنج على هاد هاده فرق شوفوا هاده 12.6 هاده 12.3 بس هاده خمسة الاف ومية وخمسين هاده خمسة الاف وسبعة وثلاثة يعني فرق مية واثل انجريف اه لما بدك ساويه المين ستات بيفرق معك اما السبستات ما بيفرق معك سبستات فيك تغيره امتى ما بدك بالهامرز او بالانفلز يلا نحط له هاد وهاد خلاص تمام هاد كمان تمام هاد استنوا بس لشوف سواني ازا في عندي رنج احسن منه اوه هاد الرنج كتير سيئ 166 يو ار فعلناها تعرفوا انتو انو كينج شخصية المفضلة باللعبة فما رح ابخل عليه ابدا يعني ما رح فكر حتى اني ابخل عليه بس ان شاء الله ما انه اه 12.3 شوفوا بيعطيني 3984 بس لحتى ورجيكم فرق 3984 خلينا نشوف الجير الثاني اللي كنت انا بدي يحط عليه ما انا ما في داعي يفوت لهن حتى اعمل الحركة يمكن هاد 3984 هاد 3949 يعني فرقت معي تقريبا 30 35 35 35 35 هى مع المضاعفات تبعات الهاتش بي اللي تاخد انت ممكن تقلب 200 300 400 مية وهدول بيفرقوا معاكمية ولا ميتان سي سي. انا مو رفش حسيت هلأ صارت اتفى. حسيت القيمة صارت اقل هلا بس. بس مو مشكلة. المهم اللي احنا بنعطي احسن شي لكي. طيب. بسم الله. نبدأ بالجير الاول. انجريف. هيعملنا له البلت. اه رون وين الرون? هي هي الرون? هي هي الرون صح? كان 12 بالمية. ازا ازا غلطت. بدي اندم. الف تسعمية وثمانية يعني ما قصني 12 كمان نطباد. نطباد. هي هي الرونز تبعات الكنوغ خالصين. اه وينو? ثلاثة واربعين الف سي 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 سواني. بس لو ورجيكم. على كينج الازرق. شو بيصير? ايو. كامل اتش بي 128000. اربعة وعربعين الف سبعمية. ممتاز. طيب هي كم? اتناش ونص. وهي اداش وسبعمية. ما خلصنا ما خلصنا لا لا تستعجلوا. بس عم اتاكد من الجير. اه اه اتناش ونص هي. حلو هي على ستابتو. اتناش ونص. اه. طبعا شكرا كتير للافينت طبعا. طبعا. الهادو. خلينا نعمل اربعة. بجال المستقبل. من افنت خلتنا نعمل المستحيل. وهو انه نقدر نجمع بكميات كمان. الجير التالت. جو. حلو? بصراحة المنظر طبعا كتير رائع. يعني اه اداش فاصل سبعة اللي احنا قلنا. يلا. كينج. جو. بصراحة. الرينجز والهادو ما لهم مستهلين. خمسة واربعين الف وخمسمية. منظر رائع. سواني سواني سواني. كينج بيستاهل. اعطيني بس سوبر سكسس. الله يرضى عليك. اتنين فاصل سبعة. حلوة. انا ما رفل حاسة حلي متل ولد له صغير. اللي عطينه لابة واحد حاني يستخدمه. ان شاء الله ما يعطيني فعل بس. تو بوينت ناين? تو بوينت ايت. طيب ما في مشكلة. انا بدي حاول وصل له اتش بيو للمئة ثلاثين الف فقط. انتو هين نقطة تبعي. هذا غلط انه تستخدمه تو بوينت ري. كتير غلط. لانه المكسيموم اللي ممكن يعطيكه هو زيرو بوينت فايف. شوفوا. مو تو بوينت فايف. المكسيموم اللي ممكن يعطيك يا لما تستخدم هامر هو انكريس لنص بالمية. يعني اذا انت عامله واحد ونص المكسيموم اللي ممكن يصير هو اتنين. فانت الافضل انك انت تعمل على القيم اللي اعلى اللي هي اصعب انك انت توصل له. بس انا بدي وصل للمئة وثلاثين الف اليوم. كيف ما بعرف. بدي يروح الهمارز بدي روح كل شي عندي بدي وصل اتش processing و مية و ثلاثين الف اليوم. بصيبك انه ما عميزيد. مية و تسوع عشرين الفل في عميزيد. بس كانت معلقه. طيب ہلاaaaa. هنصيبه الاطنين والتنين فاصله واحد حرام بنعمل عليهم حرام كتير. نعمل على two.5 خمسة. كينج بيستاهل. انا خايف تحملي فاصلة سبعة حلوة. هون كما في عنا اتنين فاصلة خمسة. نعمل اتنين فاصلة سبعة. ثلاثة اللي فاصلة. حلو. اه. بدنا اتنين فاصلة سبعة. الاربطعش هومر اللي ما يخليون. ما صار مية وتلاتين الف. بده يروح للموارد كله. طيب هلا هي بس نخلص بس نفضالة. نشتغل عليها لا تخاف. متأكد انه في كتير ناس مزعجين من المنظر. طبعا ازا بدك تاخد الاوتبوت الاحسن تشتغل على اليسار. احتمال هلا الاربطعش هدول اللي باقيين على هدول التنتين. توفا. توفا. توفاصلة. يلا عطيني ساكسس. تو بوينت ناين. و ممتاز. ترتين بوينت تو يلا. ما بعرف شو ممكن اعمل. ما عد عندي. ما عد عندي. ما عد عندي. عفكرا شوفوا جاكر. 129157 هي جاكر صارت القصة. بس المهم انا عملتلي علي وروحت كل شي معي. اعتقد هيكل احنا ساوينا ماكست اوت. لكن ان شاء الله بس جمع شوية انفلز و هامارز. اعتقد اول شي رح عامله هو اني هاخلص من هي الحقيرة هاي اللي هون. الوين بوينت ايت. نحوين نزبطها. لانه ازا بتلاحظ ازا بتصير هي. تو بوينت ايت بصير الاتش بي. اربطحش فاصلة اثنين اللي عندي. اعتقد. اي صح. اصير اربطحش فاصلة اثنين. فبس هيك. اعتقد هيك وصلكم حقكم. للعالم اللي بيحبوا. اعتقد هيك وصلكم حقكم وزيادة. اه روحنا كل شي. طبعا انا ابدا موز علان افكرة. المهم هو ما اعطاني فيل. لانه في مرة اول ما نزلوا الهامارز. عملت وعطاني فيل. فديروا بالكم. لا تستخدموا الهامارز تبعاتكم هلا ازا انتو ما عندكم كمية. ازا ما تلعبوا انتو الترينيك كيف تاخدوا منه الهامارز كل اسبوع او كل خمسة ايام. فيه افنت اعتقد قريبا احتجي اللي هي هتكون دبل شانس او مية بالمية شانس على الهامارز. استنوا الافنت هديك. مشان تاخدوا المكسيموم من الريسورس تبعك. وهيك ما نكون خلصنا الفيديو تبع التطوير تبع كينغ من الصفر. من الصفر للمية من اي تو زد. ازا عجبكم الفيديو اكيد لا تنسوا تدعموا القناة باللايك والسبسكرايب والشير. انا لاحظت انه في ناس كتير بيشوف الفيديو. عندي من الناس كتير من الفيديو اللي عندي. بيشوفوا الفيديو هنا مالون سبسكرايب لعندي. مو مشتركين بالقناة. فياريت هدول النسبة اللي مو مشتركين بالقناة يشتركوا ايدعموا لنا القناة باللايك والسبسكرايب. ازا عجبهم الكونت. ازا ما عجبكم اكيد انا ما رح اجبركم. ونشوفكم على خير. اشتركوا في القناة.